اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله جبت لكم موضوع اللي متعوديش اللي انني كنتكلم فيه اللي هو موضوع غير يعني بالما علاقة له بالماسكات وبالأنوثة ديال المرأة انما هو موضوع هو تحسيسي اللي هو موجه للمرأة اللي بأن تكون سعيدة في حياتها الزوجية هناك نقطة كثيرة وكثيرة لبعض النساء انهم كيكونوا متجهلين التصرف بأن يكونوا هنيين وسعداء ما ازواجهم او من المنزل بالورود الطيبة فاول سؤال اللي انا طرحته في موضوعي هذا هو كيف تكسبين ود الزوج ديالك فهناك عدة نقطة اللي قدي نطرحها عليكم الآن هي تدريجية فتعافوا الانسان بأنه لما كي تكون المرأة حاضنة واحد لبيت وذكية في تعاملاتها مع هذا المحيط اللي هي عيشة فيه بحيات أنها متحمو وتحفظة على الراحة وعلى السعادة اللي تخلقها بينها وبين زوج ديالها بعض النساء يجهلون هذا بعضهم ليسوا بالكثير ويجهلون كيف أنهم كيفاش أنهم يمكن لهم يتعاملوا مع هذا الزوج اللي كيكون شريك الحياة او كيف يكسبون الود دياله اول نقطة اللي ترقليها وهي تحسيس الزوج ديالك برجولة دياله ما تقليليش منه بأنه هو زيد ناقص او أنت أنا بحالي بحالك أنا خدامة وانت خدام أنا كنجيب الفلوس وانت كنجيب الفلوس إلا عدت سيناء يرأيك أنا ما غدش نتصنط لي أو ما غدش نعمل به فإنني دائما معاكسة إليك ولكن العكس على هذا فكتحسي بالرجولة دياله على أنه هو رجل البيت هو الرجل المحتمد عليه هو المكان دياله اللي هي موجودة في البيت واللي عندها المقام ديالها ثاني حاجة هو أنك خصك أيتها الزوجة أنك تطيعيه وما تعصيش ما تعصيش ما تعصيش في إلا في الأشياء اللي حرم الله عليها ولكن هناك أسلوب والاستخدام واحد الإقناء اللي وكي يكون دكي بطبيعة الحال بهدوء في بعض الأشياء اللي يمكن له أنه يطلبها منك وأنك هي من المحرمات اللي ما يمكن لكش انتي وما عندكش القابلية أنك تعمليها له فهذه الأشياء اللي يمكن لك أنك تكون عندك وسيلة أو طريقة كيفاش أنك تتكلم معه وتقنعه بكل هدوء بدون خصام بدون هناك تباعد فأكيد أنه غايكون متفاهم لهذا مع الاحترام إليك ثاني نقطة وهي أنك خسك تود ذيليه بوحد الأسلوب وهو يكون حسن ويكون الكلام عندك طيب وما تكونيش هكا أنك لما تكونيبغت تقولي له شي حاجة أنك دائما كما كنقولوحنا بالمغربي أنك إلا عطاك كلمة تعطي عشرة فهذا عكس أنك إذا حبيتي أنك تتقربي للزوج ديالك أو أنه يكون محافظ عليك بالحب دياله في القلب ديالك ولا يمكن أنه يغيرك بهذا التعامل الأخلاقي فالمرأة هي لتكون دكية بطريقة كلامها وأنها تدائما تعطيه الكلام الطيب والكلام الحلو فهناك أوقات اللي هي يمكن لها أنها تزرع الكلام الطيب في المكان دياله فالكلام الطيب هو دائما كيخلي الرجل وخاء أنه يكون طالع فهو كينزل ولو أنه ما ينزلش بسرعة فإنما كيبقى واحد المقت قصير إلا أنه يقول أو كيفاش هذا المرأة ما قالت لي حتى شيء كلام اللي هو درني ما قالت لي حتى شيء كلام اللي هو يعني خايب ما يتسمعش ما قالت أي حاجة في حقي فلازم أنني غد نرجع لما تستهلش هذا المرأة ما تستهلش فالمرأة دائما تكون كذلك أنها دائما تعطيه الكلام الطيب الكلام اللي كيكون جميل أو اللي مثلا تقول له اللي هي خطك إليه المكان ديالك راه أنت عفل والفرهود في الدار بلا بك حنا يرى حنا ما يمكنش أن نكون سعادة بهذه السعادة ولو لك أنت يا الله يطولنا في العمر ديالك ولو لك أنت يا غدي ما عرفنش حنا كيفاش غني بتحسسوا بأنه بالمكان دياله تحسوا كذلك بهذا الكلام الطيب اللي هو وليكن طالع كينزل ثالث نقطة هو أنه المرأة ضروري أنها مرة مرة تتودت لي بهدية ولو هدية رمزية ماشي ضروري أنه تكون الهدية دو قيمة غالية جدا ماشي ضروري أنها تكون غالية وإنما شيء حاجة ولو أنها رخيصة إنما تكون رمزية مثلا كأنها تشري له مثلا كادر فوتو التي ستضع في المكتب أو مثلا أنها تشري له فوتو التليفون هناك أشياء اللي هي جد 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 رخيصة يعني ابتداء من خمسة درهم اللي كندوي عليه بأنها ما كتهمش القيمة ديال الهدية ولكن ما ذك اللوجست أو الحركة اللي عملتها اللي كتسمى هدية رمزية اللي هي كتدل على الوافع وعلى الارتباط بينك وبينه رابع نقطة كذلك المرأة تعتني بالمظهر الجميل ديال ديالها ودية الزوجة ديالها وتحرص كذلك على أنه تبعد من الأشياء اللي هو كيكرهها مثلا على أنها هو جالس في المنزل ويعني جا من العمل وهي طول الوقت وهي قبضة التليفون وكتدوا يا مع ممها يا مع أختها يا مع أخوتتها يا مع صديقتها أو أنه مثلا في يوم عطلة مثلا يوم الأحد نحن في المغرب ما كيكونش عمل أنها إلا وأنها تفتح الباب ديال المنزل وتلقى جارتها وتبقى قبطة مع الهدراء حت 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 والكيو الزوج هو كاسف المنزل فأنه يكره هذا وكيحس بالفراخ وكيجعله يحس بأنه غير مرهوب فيه في ذاك اليوم اللي هو عطلة واللي هو ما عندوش فيها العمل لأن المرأة لما كتكون عاطية وقتها في وقت تراحة ديال الزوجة ديالها كتعطيه للزوج ديالها يعني ما بعد العمل حتى ولو يكون في وسط الأسبوع فكتعطيه الوقت دياله وكتجلس تتكلم معه وتجلس معه وتصابه حت سوين يدي القتي تجلس تتكلمه على اليوم دياله كيف مار في العمل كيف شهال اليوم كان عندك طريق يعني مزدحمة ودائما تعطيه واحد واحد تحسسوا بأنه هناك راحة بأنه كيتكلم معها وبأنه راحة أنه كيف تحلال القلب دياله كيف تحكينها بكل برودة لأن ما كانش ما كان ما أعظم ما بين الود ما بين المرأة والرجل وكذلك وهي مثلا هو في يوم العطلة دياله أو من غير العطلة وحتى في وسط الأسبوع فيجي بالمرأة الاعتناء كما كتعتني بالزوجة ديالها في الصباح من يكون رايح للعمل أو أنه من يجي من العمل من يجي من العمل كتقل له البيجامة دياله كتحط له البنتوفاء عارفة في المكان ديالها فكيكون هذا اعتناء بالمظهر ديال الزوج فليجبوا عليه كذلك الاعتناء بنفسها وكذلك بالمنظر ديالها وبالزينة ديالها لأن الاعتناء المرأة بالزينة ديالتها لزوجها فهي من أعدم أسباب المحبة وبين الزوجين وهذا يستثمر في سبيل رضا زوجها وكذلك رضا نفسها والنقطة الموالية الأخرى وهي أنك يجب على المرأة تفهم النفسية ديال زوجها أكيد أنه الزوجه هو خارج العمل فهو أكيد أنه كتكون كيكون ممكن إحنا ما نعرفوش كيفش أنه مرى اليوم دياله دياله في العمل ومقابلات دياله كيفما كانت الاستخاذ ديال الطريق ضغوطات 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 المالية دائما لأنك كيتم الزوج هو رب للأسرة فلزم أنها تفهمه وتكون حافظاته من ناحية التبايع دياله من ناحية العصبية دياله مثلا المرأة اللي كتكون في المنزل عشرة زوجها لفتر فإنك تعرف التبايع دياله شنو كيبغي وشنو ما كيبغيش وكذلك الأشياء اللي يمكن له أنها هو كيتقلق منها وأشياء اللي يمكن له أنها كتعصبه أو أنه وقتاش كتشوف له في عينه بأنه متعصب ما كيكونش عنده علاقة بها هي ولا بالمنزل أو بالأولاد وإنما هناك أشياء اللي كتجعل الزوج أنه عصابي كيكون خارج المنزل وكذلك هناك أشياء اللي كتكون كذلك تعطي للزوج حساسية فالإنسان لازم المرأة أنها تجنب الأمور أو الأحوال اللي كتخالف طبيعة دياله وليك تؤدي به إلى الانفعال فالإنسان دائما يكون دائما كنرجع لنا بأن المرأة لازم أنها تكون دكية في معاملة زوجها نحن نقوله بالمغربي خلاص يعني الزوج لما كتكون يعيشة معها فهو كتحفظيه يعني كتحفظيه بسلبياته بإيجابياته كذلك الإنسان لا يمكن أن يتقبل الإيجابيات ولا يتقبل السلبيات فالسلبيات يعتبر هذا الإنسان يكون ذكي في التعامل معها لأن الأشياء لا تكون على طول الحياة وإنما هناك فترات تأتي الإنسان دائماً ماشي دائماً فرحان ماشي دائماً كيكون ضحك ماشي دائماً عنده الفلوس ماشي دائماً كل متوفر به فالإنسان دائماً لو أنه كيعش بعض الأحيان مع ضغوطات لازم أن المرأة تفهم هذا وتفهم كذلك طبيعة هذه الأشياء نقطة موالية أخرى وهي المرأة لازم أنها تكون متحسسة لرغباته وطلباته ومطالبه فبعد الأحيان يمكن للزوج أنه لديه رغبة مع الزوجات دائماً فبدون ما يقولها لها ولكن هي لازم تكون متحسسة أو تكون قريبة للشعور دائماً وبدون أنه لأن المرأة والرجل يعني في اللحظات الحميمية لما يكونوا في غرفة النوم ليس من المفروض أن الرجل يقول للزوجة دياله أنا أريدك الآن فكما كيبقاش هذا فيه لده إنما هي تكون دكية في كيفش حركاته كيفش يمكن أنه يعطيها حركة واحدة فالمرأة ما تكونش متعبة للزوج أنه باش تقرب له فتكون شوية سهلة تكون دكية وتكون بسرعة أنها كتفهمه وتلب إليه الرغبة التي يريدها لأن هناك كثير رغبات ولكل زوج طريقته بأنه يوضح للمرأة بأنه لديه رغبة فيها والمرأة الدكية هي التي تكون أقرب طريق لرغبة زوجها باش أنها تكسب المحبة دياله وتحس بأنها زوجها هو مرغوبة فيه كذلك هي وكذلك تحس بأنه عمرها ما تكون مش مئزة منه في بعض الأشياء التي يحبها ثاني نقطة هي كذلك لها ضبر كبير أنها تعطي للزوج واحد الراحة، واحد الحدنة، الهدنة واحد الرغبة في المقوت في المنزل في أوقات الراحة وهي التجديد إذا يجب على المرأة أنها تكون عندها تجديد ولو أنها مثلا أنها مثلا حتى واحد الفاز حتى في مكان فكتهزه وكذلك التغيير حتى في غرفة النوم فغرفة النوم ديال المرأة ماشي لازم أنها تبقى دائما في نفس الدكو ممكن أنها في بعض الأحيان يكون مثلا الرأس السرير كان على اليمين فهي من أجل تجديد من تلك الغرفة لكي لا يقع شمالها فكتغيرها لمكان ثاني كتغير مثلا الكوفرلي كتغير مثلا حتى أربعة المخدات على فوق السرير مثلا السرير كتزيد مخدات صغورين مثلا ثلاثة على اليمين وثلاثة على اليسار هناك بعض المخدات هناك بعض المخدات مخدة واحدة هي على رسم قلب فتحط مثلا هذك المخدات وتحط على قلب تغيير اللون لغيدو ليكون موالم مع السرير لكي تجديد حتى في نظرة العين أن الرجل لما يدخل للغرفة التي لا يدخل إلا أنه كيكون هناك تجديد كيكون هناك تجديد وكما لو أن تنعس أنك شريتي سرير جديد لكوفر جدادها ولكن كيكون هناك تغيير الذي يظهر كما أنه بعض النساء الذين يجبون أنهم يجبون فوتو يجبون يجبون للزوج يجبون فوتو دائما نستطيع أن نغير فوتو ونرفق منه يجبون ويعطي نظرة جميلة لأن هذه الأشياء التي تجعل الزوج سعيد في غرفة النوم والتجديد كذلك حتى في المعاملات حتى في المعاملات مع الزوج ما ستبقى دائما نجيله بنفس النمط بنفس النمط بنفس الكلام المرأة هناك أصبحت الآن إعلاميات لكل النساء غير اللي ما بغتش تعرف وغير اللي ما بغتش تقرأ وغير اللي ما بغتش تنقص أمور هذه مع أقرب الناس إليها فهناك أشياء هي ضاهرة وواضحة كذلك التغيير في الطهي ما ستبقى المرأة دائما تاجين 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 أو ما ستبقى دائما اليوم ما بغتش تنقص أمور 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 من الجمود على الطريقة اللي التعامل في المنزل ديالك إياك بالجمود فالجمود كيولد النفور فدائما دائما كنسحك أيتها المرأة في جلب الزوج ديالك جلبه إليك وكسر الملل على الزوج بماذا كسره بالتجديد فأكيد أنه وكذلك لما يكون عندك تجديد أكيد هو غيكون سيد في حياته أكيد أنه هو غدي يجي يوم له غدي يفاجر بأنه أويكاند غدي يمشيه السفرية اللي هي قريبة مثلا مثلا كنت تكلم مثلا أنا أعطيكم كمثال في المغرب ممكن أنه الإنسان يسكن في الدن بايدا فهو الزوج يجي يفاجأ يقول لك سنذهب إلى مدينة طنجة مدينة طنجة نحن تتبعود عن المغرب تقريبا إلي تقريبا إلي تقريبا ثلاثة سوايع ونصف إلي تقريبا إلي تقريبا بلا ما وقفت في الطريق أو يفاجأك بأين ويكاند في مراكش ستخسروا فيها إنما هو تكسير الروتين وكذلك أيضا يكون أنه تعمل لي هذه الأشياء فهو يقول مرة واحدة مثلا في ثلاثة شهور أنني نغير كذلك أنا روتيني معها وكأنها ترتاح بدون ما تشقى بدون ما تعمل أي عبء في المنزل فهو يكسر لك كذلك روتينك إياك أياتها المرأة من الشكوى وإياك من كثرة الشكوى لأن الشكوى تبغض الرجل وكتبعدوا عليك فهناك بعض النساء عندما يدخل الزوج من العمل يقول أنه يقول أولادك عيوني أنا عيت أنا نمقى دائما نمشي المارشة لكي نتقطع وأنا مقابلك معك نطيب لكم وأنا مقابلك نقريهم وأنا خاصني وخاصني وخاصني وأنت لكي نتقطع ولو هي المرأة هي عرفة عرفة الميزان للزوج من ناحية من ناحية الجيب من ناحية المدخول الشهري فدائما المرأة الدكية أنها تمشي على حسب هذا الشيء الذي يدخل 60 ألف ريال في الشهر 60 ألف ريال مغربية في الشهر فالمرأة الدكية تمشي بواحد الميزان على حسب هذه 60 ألف ريال فالستين ألف ريال في الشهر يعيش والذي عنده 100 ألف في الراتب الشهري يعيش والذي عنده مليون ونص في الشهر فيمكن لي يعيش كلا على حسب مستطاع دياله فالمرأة عرفت هذك الزوج عمسي نهار الأول شحلك يدخل وعرفتي شحلك يجيب وعرفتي المستوى دياله الثقافي أو المركز دياله في العمل شحل يمكن له أنه يجيب للآن أو بعد إلى الأمام شحل غيقدر يجيب فلا داعي أنك يجي واحد اليوم وتقول له أنت ما كتوفر ليش أنت ما كتشري ليش جارتنا الزوج دياله ديما كيشري لها جارتنا شرات خاتم ديال الدهب جارتنا دائما عند الكوافر كتصوب شعرها أنت ما كتوفر ليش وأنا أخوتي الأولاد مزوجين وكيدروا لعيالاتهم وكيدروا لهم وأنت ما كتديرش ليش وأنا مليت وأنا في هذه الأشياء دائما الإنسان كيبقى كمنا في الزوج كي نفر من هذه المرأة أو أنها تقول له هناك بعض أوقات لي ممكن أن تقول هذا هناك بعض أوقات للمرأة لا يمكن أن تقول أن تكون مرأة لتتمرد وارد لا يمكن أن تقول هناك بعض الأوقات التي كان للمرأة تمرد إنما لا تبقى في الكثرة الكثرة للشكوى وبالأخص إذا كانت هناك مجمع مع الآخرين أو مثلا عند عائلة زوجتها أنها تتجلس والعائلة كلها مجموعة وهي تبدأ تشكى نحن مزيّرين هاد الشهار تزيّرنا باش نخلص المدرسة ديل الدراري نحن غادي نغاب واحد مثلا نحن غادي نغاب ما كناكلوش اللحم طالث الأسبوع فهدي أشياء اللي كتخلي الرجل كيباعد منها وهذا دليل على ضعف شخصية المرأة وعقد ما يمكن المرأة لأنها تكتشكل للآخرين الذين سنعقط لأخايم إذا ما fier Slide اساحترل الإحاuga هو المنزل وحايا ع Constant هذا الأمر وقنعي بله سبحانه وتعالى أنظر في الصغير من المواطن تطوى الوصف يوضر المواطن تجلس سعيد زوجا يخطى يتم تحليه يتم تحليه هذه الأشياء توفر عنده بهذا فما ينخلش عليك هو ولكن إلى الله غالب ما يمكن لهذا الزوج أنه فلا تفشي عامة لا تفشي هذه الأشياء اللي كتكون هي فيها الشكاوي 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 لا تفشيها نقطة أخرى لا تعاتي به هذا إياك من العتاب إياك من العتاب أنك تعاتي به الزوج ديالك في كل شيء لا تعاتي به ولا ترفعي صوتك عليه أمام الأولاد أو في الأماكن العامة الإنسان ما يكتكون شي حاجة حبي نقشها مع الزوج دياله ما تقيش تغوتي عليه قدم أولادك ما تقيش تغوتي عليه قدم الناس أو قدم أختك عندك في المنزل أنت تغوتي عليه فالإنسان أو المرأة الدكية تنتظر قليلا تنتظر لغاية من النفوس تهدى وتكون ويسكن الغضب ديال الزوج ديالها وتكون هي مون فردة معاه تبشي لغرفة النوم فتجلس معاه وتخاطبه بحد الصود مون خافض وتعطيه كلام مؤثر ولو يكون هناك عتاب فيكون العتاب به محبة أنه هناك بعض الزوجات ولو تكون هي والزوج دياله فشبغت تعاتبه كتعاتبه كتقول لي انتا وانتا 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 وهي تخاطبه بهذا الكلام لكيكون صوت عالي عالي يعني ليس بمنخفض فعندما تكلميه بكلام مؤثر وكيكون فيه هناك كذلك محبة هناك طريقة طريقة في التكلم فحين ذاك فهذا الزوج غادي يتأثر بالكلام ديالك الطيب ويستجيب للأشياء اللي انت ضرك فكم من الزوجة انها كتخلي الزوجة الى غاية وقت ما وكتجلس معاه وتتكلم معاه وانا بغيت كذا وبغيت اذا فما اكيد انهم الاثنين كيلقوا حل لهذا المشكل اللي اودى بهم الى الخصام فاكيد ان هالزوج غادي يلقى حل وغادي يستجيب لكل الاشياء اللي الزوجة دياله كتوجها ليه بكل اخلاق وبكل اذب فالان الزوج لا يناسبه الاسلوب اللي هو كيكون فيه هناك عنف في الكلام واذا كان عنف في الكلام معه فهذا اسلوب يفقد تفقد فيه الزوجة زوجها ولو انها ما كتفقدش انه كيبقى معه داخل المنزل انما كتفقدو كاحساس من نحيتها وكيبدال الرجل كيتجاهلها ما كيبقاش بحل كانت بحل ما كانتش انما وجود ديالها كان في المنزل انما بدون فائدة كذلك هناك نقطة اخرى نقطة اخرى اياتها المرأة اذا قصر هذا الزوج في حقوقك وقصر انه يوفر لك بعض الاشياء فقدمي له طالب ديالك من بين يدك بعبارات جميلة وفي تناء للوجود دياله وذكر الاخلاق دياله الجميلة وكما تتقول لها لا يخطك علينا انا كان نحبك انا ليس لدي احد غيرك وانت ببت ولداتي وانت اللي هازنا ولا يعطيك سححتك ولا يطول لنا في العمر ديالك انك تبقى معنا يا ربي وانا لولاك انت يا ما نكون انا ولو انها يكون عندها ولو تكون انها ممكن لان تحمل مسؤولة الزمن لوحدها انما هو تبيل له دائما انها هي في اشد الحاجة اليه بلما يكون عندنا واحد الانف اننا نشوفها فقنفنا ونقول دائما انا 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 فالانسان هذه المجملات يكتخلي الزوج انه يكون دائما قريب للزوجة دياله اذا احبت شيئا ما او تحسس حسته بانها بانها مقصر فيها فقدمي له هالطلبات بعبارات في التناء وفي ذكر الاخلاق الجميلة دياله واياك اياته الزوجة بانك تنكري الجميل دياله هذا الزوج لان في بعض الاحيان ما كيكونش دائما كل 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 خيب فهناك بعض الاشياء الجميلة لهذا الزوج وموفرها في البيت دياله يكفي انه هز البيت دياله واياك من الجحود و المواقف الرائعة اللي كانت بينك وبينه اللي غادي تنكرها والساف تقول له انتما عمو منا قدرت فيلي شي حاجة فااااااا اياك اياتها المرأة من من هذا نقطة أخرى طعمي حياتك بإظهار له الحنان وإظهار له الحب لزوجك بأقوالك وأفعالك ولا تبخلي عليه وتجعل حياتك جافة من المشاعر ما تكونش المرأة أنها هو بطبيعة المرأة الله سبحانه وتعالى تخلق في واحد الحنان من ناحية أولادها واحد الحب من ناحية أولادها ولكني تنسي كذلك نفس الحنان اللي تعطيه لزوجك مشي أنك عندك الأولاد كبرو فكتبقى لكل شيء تعطيه لأولادك وتنسينا هذا الزوج كيفما كان فهو عشير لحياتك وفي بعض الأحيان إلى غاية الممات دائما ناية المرأة ما تبخليش عليه بالكلمة الزوينة فأنت الحبيب ديالي يعني أنت الكل في الكل واللي رحنا كنحبوك حنا والوليدات ودائما أنا متفكراك طولة اليوم وراء أنا كنت كنعمل مصلوح وشميت رائحة في الملابس ديالك وخاء أنا صب بنتهم يعني ما تبخليش بهذه الأشياء أو أنك تجملي بكلمات ودائما ولو أن الزوج يبلغ السن ما يبلغ فما تبخليش عليه بأنك ما زال ما زال أنت في عيني لساتك لساتك بقي صغير بقي تتير شعوري ومشاعري بقي حبك أنه كيجي لبني لك أنا أنت عندك واحد عندي دائما رغبة إليك ولا تجعلي حياتك جافة من المشاعر لأن هذا يقصر يقصر من العلاقة اللي كتكون ما بين الزوج والزوجة لأن من أكثر المشاكل التي تسبب فقطان الزوج أو الاختناق في دخل الزوج هو أنه الإنسان يكون جاف أو ما زرعش هذه الأشياء في حياته كحياته الزوجية نقطة أخرى وهي أنك أيها المرأة إياك من إكثار الطلبات فأيها المرأة كوني واقعية ومتعقلة لكي تطلبي في أي وقت بدون مناسبة أو في غير وقت راحة لازم الإنسان أنه لو أنه يبغي يطلب شي طلب فالإنسان يطلب طلب من يكون مثلا هو جالس ناسي أعباء العمل مرتاح هناك ورد بينك وبينه فحيندك يمكنك تزرعي واحد الطلب الذي يريد أن يطلبه منه مثلا أنك تقول له إحنا عينا نريد أن أخر أسبوع نمشي ونخرجه إن شاء الله ونمشي وندول للأطفال لأنه لعبه شوية أو نمشي ونبحار أو أنك تقول له كينا واحد مصرحية في المصرح فتطلبها منه أنك عندك رغبة أنك تروحي تشوفيها نتيوية من أجل التغيير أو أنك مثلا بغتي تشري شيء ما وهو ما عندكش إنما تختاري الطريقة وقت تقول له ولا تكتري من الطلبات لا تكتري من هذا ف اللي ما تختاري هو الوقت المناسب باش تقول لها لأن الزوج يبغض المرأة اللحوح اللي كتبقى محكر عليهم تبتلي على بغيت 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 الصباح من يبغي يخرج تطلب طلبات ومن اللي من يجي من العمل طلبات فهو يغير نفرو من هذا كذلك إياك أيها المرأة من تفشي أسرارك احتفدي بسريرتك في منزلك ولا تذكري نقائص زوجك ولا معائبة لأحد أظهره بالمظهر الليق أو الحسن قدم الناس ما تبهنش نقطة ضعف ديلك المنزل الداخلية للآخرين ما غير نفعوك بالتشي حاجة إنما إذا حفظت عليه كنت أهلا لثقته وكذلك طبيعته أو مظهره قدم الناس فحينما تفشي شيء فهو كتذهب يذهب التقدير ويصبحوا الاحتقار لا من ناحية الزوجة ديلك ليلك ولا من ناحية الآخرين لنظرتهم حول الزوج ديلك فمن الأحسن أنه الإنسان راهها كي يقولك بالمغربي الفم المسدود يعني المقفول ما يكتخرش منه النار فالإنسان دائما المرأة إنها صد فمها ما تفشي شيء للأخرين ولا حتى للعائلة ديالها إذا أفشي تشيئ لعائلتك فهم أكيد أنهم كيجيوا من رأي الزوج من ما تحكي لهم كيقولوا لها هو عنده الحق ولكن مني كتمر أيام وأيام كيكونوا أصلا هما محتقرينه فكيبدوا يعيروا في ذلك اليوم اللي هو عمل بنتهم بكذا بكذا وفي ذلك اليوم اللي هو بنتهم طلبت منه هذك الحاجة وما شرعش لها فمن الأحسن أن المرأة لا تفشي أشراء أسرار المنزيد لها فالإنسان يسأل عن يسأل الناس اللي مروا بهذه الأشياء واللي أعطتهم درس في الحياة فكوني واثقة من نفسك بحد مشاكلك وإياك أن تخرجيها خارج المنزل استعملي جميع الطرق والوسائل في الفضاء اللي انت عيش فيه على أنك تحللي هذك المشكل لأن المشكلة إذا خارجت ضاعت وعظمت كتكبر ويدخل فيها الشيطان لأنه بما أنه خرجتها من غير جد الناس اللي عارفينها ستبدالي ثالث ورابع وخامس وكتشيع وكتسكبر بعد ما كتخل مشكل صغير حين ذات كلقى الشيطان في ديك الجماعة اللي عارفو كلقى الشيطان فين يدخل أكيد يكون الشيطان أكيد الشيطان كيعطك كيعطك حل اللي هو ماشي في صالحك نقطة أخرى شاركيه أحزانه وأفراحه عوديه لما المرأة كيجي الزوج وكيحكي لها وكتكون هي أدن صاغية وكتعطيه رأيها بطبيعة الحال أنه يكون رأيه إيجابي وصائب فكيبقى دائما الزوج مطاق إطمأن لتلك المرأة وكيكون دائما أنه دائما يعني كيدور 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 كيرجع للمشهورة دي المرأة دي المرأة لأنه دائما ما كتعكسوش أنه في بعض النساء اللي كيجي الزوج جيدة كيحكي لها شيئا ما كتعلق في الحياة الخارجية أو الحياة العائلية دي العائلة عائلته هو فهي دائما تعكسو أو دائما ما كتعكسوش الحق هناك المرأة الذكية اللي كتختار الأساليب كيفاش أنها تدي أخذ ورد مع الزوج حتى ولو كانت ضد الرأي اللي هو فيه فهي كتعكسوش حل ولكن بطريقة زوينة كتكون المرأة ذكية هناك أسلوب أسلوب في التكلم مع الزوج لإقناعه مثلا على أنه ما عنده حق في هذا فكيكون أسلوب إلى أنه يتراجع بينه بين نفسه فحين يكون كيمشي لحل المشكلة اللي عنده فهو كيعالجه وهو مطمئن وهذه وكيبقى يرتقف هذه الزوجة كيبقى المشهورة ديالتها دائما في أي شيء كذلك لا تكون دائما مستديمة الخروج لأنه بعض الزوجات اللي هما كيكونوا تألفوا أنها في كل مورة الغضاء كيبقوا لأولاد للمدرسة إلا أنها كتعدل روحة وكتلبس كتخرج كل يوم كل يوم اللي خرج هي عندها تصديقة هي مشتل عند ماء هي مشتل عند بنت عمها هي مشتل عند دور في السوق ولو أنا ما غدت شريتها شي حاجة فهي عز عليها اللف فكوني أياتها المرأة معتدلة لأن مرأة إذا كانت معتدلة في جميع الأمور فالزوج ما كتبقاش بلو هذه الحاجة اللي هي مكترة فيها وما كيحس شي بيها حتى ولو أنك حبيتي أنك تروحي لمكان فالاستئدان للاستئدان هو واجب وكترة الخروج كتولد ضعف العلاقة ما بين المرأة والرجل وكيكون كذلك هو دليل على هروب المرأة من التكاليف ومن عدم الاستقرار العاطفي المرأة اللي كتخرج دائما 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 فمكتكون عندها مسؤولية داخل المنزل اللي كتعتبر كل شي شيء سطحي وكتكون ناسة مستقرة في منزلها وإنما هي تحب دائما الخروج كثير فالاعتدال في كل شيء هو جميل جدا نقطة رائعية أيها المرأة في أن تكون مادية في تصرفاتك فهذا شيء اللي هو لا يحبه الزوج لا يحبه ولا تكون كذلك إذ الله سبحانه وتعالى فضل عليك بالمال الوفير اللي هو ديالك شخصي فهو لنفسك ولكن تمنيه كذلك للآخرين فلا تمني على ذلك الزوج الذي أنك تساعده أو أنك قد برسك تقولي أنا بك أنا قد برحي أنا عندي رزقي أنا عيش به أنا أصلا هزك وأنا أصلا معونك في المنزل وشنو زيد علي أنت فإذا أغناك الله من فضله فاستغني به وكوني كريمة أيها المرأة لأن الإنسان إذا كان كريم بالأعمال دياله فأكيد أنه يكون كريم حتى في العطاءات دياله وأنا ما كانت تكلمش عن العطاءات المادية وبس ولكن هناك عطاء اللي كانت هناك عطاءات معنوية اللي هي أغلى وأغلى بكثير من المادية فالمادية إلا هي وسيلة لأنك نبيو بها بعد الطلبات اللي موجودة في الكون ديالنا فا كوني كريمة وكذلك نقطة أخرى تحلي أياته المرأة بالحياء والمروء والأنوثة وارتقي بأخلاق جدابة واجتني بالسب والشتم هناك بعض النساء اللي لا يدو بالله الفم ديالهم ما كيخرج إلا النار حتى ما كتكونش عنهم حتى الكلمة الطيبة والكلام الزوين هذه النساء صعيب عليهم أنهم يقولوا كلام جميل فليس لديهم إلا السب والشتم والمرأة كتكون عندها هناك حياء لأنها كتكون تربت فيه وكتكون عندها أخلاق فهذا الزوج كيجعل أنه يخجله من الحشمة ديالك فحتى ولو أنه كره شيئا فيك وكيعرف أنك خجولة حتى لو أنه كره شيئا فيك فإنه يعرف ذلك في وجهك ف المرأة لأنك كلما تعود شيئا لا تطبعش عليها لأنها لا تعطي إلا الأشياء اللي هي كتكون أو الكلام المبرح فهو من نهر نهر اللي كيشوفها بأنها مثلا شيئا جدرها لها وهي ما 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 معجبتهاش فهو يقرؤها في عينها بدون أنها ما يقل على فوجهة إرملي أيها المرأة بالثقة ولا تخونين ولا تخونين ثقته ولا تشتكين من تصرفاته وأحسني الظن به أن بعض الظن إتم ولا تلتفت للوساوس ولا تلتفت للكلام للصحيبات السوء أو الجارات التي تقول لها أنت رجلك دائما في الصباح كيخرج من أنتك سنك سنك أو الريحة دي الزوج ديالك وهو نزل في الدرج فخلاها من مور وإلى صاحبتي أنت فين كتبان قدامه ومغالف رأسه وباقي يجب واحدة صغار منك فأيتها المرأة عمل يتقى بزوجك وكذلك أحسني الظن به أن يسلم أنك يحسن شو الظن فكسبق العلاقة بين المرأة والرجل هي دائما لما يكون معها ويما يكون شو الظن به فكلامها يكون ناقص شوية فهذا يخرب الحياة الزوجية كوني كريمة وواضحة في جميع شؤونك ولا تبلغي الأشياء اللي يقول هالك الصحيبات أو الجارات أو كمثال بعض شي فيلم شفتي في التليفزيون في خيانة فتقول لونتو ما الرجال توحد فيكم ما فيه التقى لا تسمعي هذا كوني قوية شخصية كوني دكية وأخيرا أنصحك أياتها المرأة احرصي على كل ما هو يقوي علاقتك ما بين زوجك وعرفي الأشياء التي يمكن أن تخرب عليها وكوني كذلك ذكية في في تصرفاتك معاه وأسأل الله والتوفيق لكل النساء ودوام الألفة لكل الأزواج والمحبة هذا هذا ما كيعنيش أنني الآن تكلمت حول كيف تكسبين زوجك إلا أنني إن شاء الله ما زال غد نطرق لموضوع تاني اللي هو كيف تكسبه زوجتك أيها الرجل أنا اليوم خطبت المرأة فإلى اللقاء صديقاتي أحبائي كتمنى أنه هذا الموضوع يكون الإعجاب دي لكم كتمنى أنكم عملتوا بهذه النصائح هذه النصائح موثوقة من عند ناس اللي أنا أكيد جمعتها وحبيت أني نشاركها معكم ودرست عليها اللي هما كتبينها لناس دو مستوى عالي من الثقافة وهي مؤكدة فكتمنى أنكم تعاملوا بها وحتى اللي ما قدرش فهو على الأقل يعمل مجهود غادي يقدر بعد فإلى اللقاء صديقاتي أصدقائي إلى اللقاء معكم في إن شاء الله في فيديو تاني اللي هو فيتعلق حول المواضيع المهمة اللي كتعلق ما بين الزوجين وكذا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل إلى اللقاء بوسى لكل أحبائي ما تنسوش لكل من شاهد هذا الفيديو أنه يعمل لي اشتراك لما مشاركش معايا وكذلك لايك وكذلك تعليق ولي عنده رأي آخر يكسبولي في التعليق أنا مستعدة لسماع هذا فما أحوجنا أننا نعرفه أرى الأخرين أو مشاكل الأخرين فنحن دائما أدون سغية وكونوا أكيدين أنني لما تسفتوا لتعليق أكيد أنني غدا نجوب برأيي الشخصي أنا لا أوعى من بأنه غدي يكون عند آخرين مشاكل أخرى أو ويعملوا هذه الأشياء وما يلقوش التجاوب مع الجنس الأخر إنما الإنسان يعمل عليها فالله سبحانه وتعالى دائما كي يساعد العباد أو العبد اللحوح في الخير إلى اللقاء باي معكم للطوفة ترجمة نانسي قنقر